الحاوي وليد سليمان نجم الأهلي ومعشوق الجماهير النهاردة خلاص جاهز علشان يخوض مباراة المصري بعدما تعافى من الإصابة اللي اتعرض لها مؤخرا كان بيشتكي وليد من كادمة في الصدر زي ما حضركم عارفين خلال كورة مشتركة في مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري وكان ده سبب يمكن غيابه عن ميران الفريق لمدة 48 ساعة كمان غاب بسببها عن مباراة مباراة مبارح مع الجونة لكن النهاردة الحمد لله انتظم في الميران بعدما تماثل الشفاء بشكل كامل والنهاردة يمكن هيكون موجود في مباراة يوم السبت إن شاء الله وليد إضافة قوية جدا للفريق وجوده برضو بيمنح الأهلي أفضلية وبيكون ورقة مهمة جدا لفايلت وليد سليمان إضافة للنادي الأهلي وخاصة لما كمان يبدأ المباراة أو بينزل آخر نص ساعة بيعمل الفارق وبينزل يحرز أهداف ولسه طبعا مع وليد رغم يجابه عن مباراة مبارح طبعا لكن كان أكيد يعني بيتابع المباراة بقلبه وبعقله وطبعا قال طبعا في تويتا أو نزل على صفحته وأن احنا كلنا على قلب رجل واحد وأن الفوس كان مهم جدا 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 وقال أن القادم أفضل يعني على موقع انستجرام قال ما بينقصين كده هي دي رجالتنا عاش يا رجال القادم أفضل بإذن الله إن شاء الله الأهلي يواصل الانتصاراته ونحقق بإذن الله لقب بطولة الدوري وكمان نحقق بطولة أفريقيا على المستوى الأفريق يا رب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نحن ندعي من دلوقت إن شاء الله بإذن الله نحن ندعي من دلوقت